نيكيتا البنت اللي عايشة قصة حب مع اوتمان واجمل اوقاتهم اللي بيقضوها مع بعض ولانه عارف قد ايه هي متعلقة بتليفونها اول ما التليفون اتقصر جاب لها واحد جديد كانت سعيدة جدا بالهدية بتاعته وساعدتها خلتها تنسى باباها ولما افتكرت قالت له هقول له ايه حبيبها بمنتهى لسهولة قالها اجزبي عليه بس هي شايفني دي اصعب حاجة في الدنيا انها تقدر تخضع باباها وده لان باباها شخص زكي جدا ومركز معها هي واختها لكن ما كانش عندها حل تاني غير انها تكذب عليه فعلا زي ما قالها وقفت هي واختها قدام باباها قالت له التليفون ده كان علي عرض وانا جبته ولما سألها على الفلوس قالت له حوشتهم ما كانتش متأكدة ان كذبتها مرة خاصة وعيون باباها عليها كأنه بيحاول يسحب الحقيقة منها اللي اتنين فعلا بيحبوا بعض جدا واقتر شيء عاجبوا فيها انها بتصق فيه عشان كده مش فارق معاه حتى لو بترقبه طول الوقت هي كمان جابت له هدية واللي عبارة عن اسورة على شكل ايد قالت له دي ايدي اللي حتكون مسكاك حتى وانا مش جنبك ولما خرم ودنه زي ما طلبت منه كان كله خوفه من مامته مامته اللي اول ما شافت الحلق ضربته قالت له شكلك كده بقى عامل زي المجرمين والحلق ده غمق وشك جدا بيحط كريم علشان يفتح بشرته قالت له طول النهار ماسك التليفون وده نتيجة الاشع على وشك وشوية وقالت له الهالات السودة بدأت تظهر عندك وده طبعا بسبب التليفون وممنوع ياكل وهو ماسك التليفون وممكن تضربه علشان مش شايفة اي داعي لدخول التليفون معا الحمام ولو حط السماعة في ودانه تقول له ما ينفعش كده مش هتقدر تسمع صوت العربيات وهي جنبك ولما قالها بسمحهم سكتت شوية وقالت له ما ردتش عليها ليه قالها سمعتك ضربته وقالت له انا اصلا ما تكلمتش شفت ان السماعة مش ما خليك تركز في اللي حواليك قالت له هتعرض نفسك لحدثة شيل السماعة من ودانك واخر حاجة لما لقيته بيتكلم والتليفون على الشاحن جريت بسرعة لابنها وشلت التليفون من على الشاحن قالت له ما شفتش الولد اللي انفجر التليفون في ودانه وده ليه علشان كان بيتكلم والتليفون على الشاحن ختمت كلامها وقالت له انت عايز اختك تتجوز وانت في القبر دي لحظة افتكر اخته وحبيبته قالت له لازم تتكلم معاها يمكن يكونوا غصبوها على الجوازة دي وقف قدام اخته وماسك صورة العريس سألها ليه وافقتي عليه قالت له منتهى البساطة علشان هو دكتور اخوها مش مصدق انها وافقت على العريس بس علشان دكتور كملت كلامها وقالت له هو مش دكتور عادي ده كبير الاطباء زمين نيكيدا في الشغل وهو في استراحة كان بياكل وقع في طبقه هو بياكل مخلفات العصفير كان خلاص حيرميه بس جات له فكرة سيئة وغطى مخلفات العصفير بالرز وطلب انه هو يتغلف وبعد كده اداله مشارط في الشارع في الوقت ده كان بيصور بس طبعا صور الجزء اللي كان بيدي فيه الوجبة وانتشر جدا المقطع اللي صوره والكل كان مبتسم في وشه بعد الخير اللي عمله بما فيه من نيكيدا واللي اعجبت بيه وبتصرفه النبيل وهو اللحظات وقعت عينه عليها وصرح في وشها نيكيدا واختها الاتنين بيتعرضوا للتحرش اللفظي على تليفونهم رسائل كتير بكلمات سيئة لها والاختها ولما اشتكت لحبيبها قال لها عمل لهم حظر قالتوا هيدخل من اي حساب تاني قال لها خلاص انسي الموضوع خالص وما تركزيش فيه قررت تعمل زي ما طلب منها لكن طبعا الكلمات السيئة كانت مضايقاها جدا حفلات قبل الزفاف الكل موجود وهو عزم حبيبته وكانت كل معجب بيها وبجمالها حتى اصحابه ومش اصحابه بس كمان ممتو واللي لقيتها زكية ولماحها كمان بس هي ما كانتش جاية لوحدها كان معاها صديقة رافي الصديق اللي دايما جنبها ومبيسبهاش لوحدها ابدا وتمان لما حبيبته رأسة لاحظ ان رافي بيبص على وسطها وهي قالت له ده زي اخويا في الوقت ده هو مركز لانه بيسك فيها جدا والحب اللي بينهم اخبر من اي حد وهي كمان فعلا بتصك فيه وبتحبه ورغم ان هما بيتقابلوا كل يوم تقريبا لكن حبهم نقي وبترفض انه حتى يبصها وكل ما يحاول تحط ايديها وتمنعه وبكده هو كل يوم سقطوا فيها بتزيد لكن جات اللحظة اللي ما كانتش متوقعها وده لما باباها عرف بعلاقتها بيه وقبل ما تتكلم قال لها انا عايزة قابله اتصلت بحبيبها وديت له التعليمات كلمات مناسبة يقولها لباباها قالت له تقوله ان انت بتعشق الحياة العقلية ولازم تضحك على اي حاجة بابا يقولها قالت له الموضوع بسيط بس انت ركز لكن المقابلة ما كانتش بسيطة خالص زي ما قالت له باباها كان عينه عليه طول الوقت وده زيت من توطره جدا بيحاول يضحك زي ما قالت له لكن الدحكة مش راضية تطلع طلب منه ينقل المياه ويحطها مكانها وهو من اللي بخطه وقاحها على الارض ولما عرض ينظف المكان الاب قاله لأ هي هتنظفه عرفه انها ما بتعملش كل حاجة على اكمل وجه وسأله لو انت تعرفها كويس ولما قاله اه اعرفها الاب قاله مش هسألك عن اي حاجة عن عيلتك ولا عنك انت شخصيا عندي طلب واحد بس علشان اوافق على الجوازة طلبي ان انتو تبدلوا تليفوناتكو مع بعض لمدة يوم واحد وبكرة زي دلوقتي لو لسه عايزين بعض انا حوافق على الجواز وبعد اربع ايام نعمل الفرح في الاول اللي اتنين مش مصدقين الشرط الغريب ده لكن بسبب اصرار الاب اضطروا يوافقه وتقريبا الاب كان بيجبره يخرج من البيت ويسيب تليفونه ما كانش قدامه غير اصحابه قالهم مش عارف اعمل ايه وتليفوني معاها جات له فكرة يعملوا مكالمات كتيرة لتليفونه وان كلها هتكون على تجهيزة يتفرح اخته وبكده هي تحس ان التليفون مهم عنده جدا الايام دي وهترجعوا ليه تاني على طول وفعلا عشرات المكالمات جت لها وهي كانت بترد عليها بس كانت بتدلهم نمرتها علشان يتصلوا بيه ولما اتصلت بيه قالت له ان باباها حط حبهم تحت الاختبار وانهم اكيد حينجحوا فيه وبكرة هيقفوا قدامه وكل واحد هياخد تليفونه وبعد اربع تيام حتكون مراته اصحابه قالوله ان ده طبيعي ان انت تكون قلقان انها تفتح تليفونك لكن هي ليه قلقانة سألوا انت اكيد واثق فيها وتعرفها كويس كان بيسمحهم وفعلا عايز اجابة لسؤالهم هي قلقانة من ايه اتصلت بيه مرة تانية بس المرة دي كان باباها سألوا عن رقم السر لتليفونه وهو كان مرعوب يقوله بس طبعا اضطر يعرفه لهم والاب عرفه الرقم السر لتليفون بنته اخته صاحبتها بتسألها ايه اللي عاقبك في العريز ده وازاي توافق عليه قالت لها لقيت فيه الحاجة لانا محتاجاها عرفتها ان في اول مقابلة معاه لحظت ان قلبه طيب وتاني حاجة لما جالها تليفون طلب منها انها ترد وبعت شوية علشان تتكلم قالت لها احترمني وكمان ادني المسافة عشان اتحرك بحرية وقدامها قفل تليفونه وحطه جنبه قال لها وانتي جنبي مش هاجغل نفسي باي حاجة تانية غيرك قالت لها في الوقت ده انا تأكدت ان انا على قائمة اولوياته عرفتها انها مش هتحتاج اكتر من كده في شريك حياتها اللي اتنين كانوا واقفين متراددين ان هما يفتحوا تليفونات بعض لكن فتحوها وده طبعا كان من باب الفضول وهي لقيته ماسح كل الرسائل القديمة وده عكسها هي فتح كل الرسائل بتاعتها وبدأ يقرأ واول حاجة طبعا رسائلها مع رافي واللي كانت طول الوقت بتحكيله عن حبيبها لكن اكتشف ان مرة اعترف لها بحبه وده لما كان متخانق معيها اتصل بيها وكان عصبي جدا قال لها قلتلي ان هو زي اخوكي وما طلعش زي اخوكي ولا حاجة حاولت تفهمه انها ما كانتش شرف ان هو بيحبها وكانت بتتصرف معيك اخ لكن طبعا كل تبريراتها دي ما عجبتهوش واستهزق بيها اكتر ماسكتش غير لما سألته مين هي سارينة واللي ارسلت ليها فلوس الفلوس دي بتاعت ايه قال لها انها واحدة عجزة وانا بساعدها قالت له عجزة وبالليه اللي قلت له هاي في رسالة ما كانش لقي كسبة تانية يقولها قال لها بسرعة دي حبيبتي القديمة قالت له مش صافي هي حبيبتك القديمة قصرت انها تعرف ليه بيرسلها فلوس ولما بدأت تفهم قالت له قدين ترخيص استجمع نفسه بسرعة ورجحها تاني لموضوع صديقة واللي قالت عليه زي اخويا قال لها ازاي تسيبي يقولك عايزك جنبي على طول وكمان عايزي يكسر وشي لو زعلتك تاني وانتي ارسلت له قلب علشان هيكسر وشي في الوقت ده وهي قفلت وهو مش مصدق انها حتاكل وهو متدايق اخته بتكلم خطبها ولما جالها اتصال من خالتها قالت له ما فيش اسرار بيننا حتدخل معايا في المكالمة انت دلوقتي واحد من العيلة خالتها قالت لها عريسك لطيف جدا ووسيم كمان وانتي محظوظة بي كان بيسمع الكلام ده وهو مبتسم الخالة طلبت منها انها تكلم ممتها ولما ديت لها التليفون ما قالت له مش انه هو معاهم في نفس المكالمة الخالة اول ما سمعت صوت اختها المرة دي كان بيسمع بس ملامح وشه كانت مختلفة الحبيب في قطه متوتر جدا وسمع صوت رسالة جاية على تليفونها واول ما شاف الرسالة كانت من واحد قالها اهلا حبيبتي وبعد كده التليفون فصل شحن كان بيدور على شاحن علشان يشوف مين ده اللي بيرسلها بالليل كده ولما لقى شاحن في نص الليل عند اصحابه دخل على الرسائل اللي بتوصلها كلها واللي مليانة معاكسات من شباب اللي يهددها علشان ترد عليه واللي يكلمها بدلع طلع من الرسائل وهو ديخ مش مصدق كل اللي هو بيقراه واخر حاجة جات له رسالة تانية من نفس المتصل واللي عرف ان هو حبيبها القديم بيكلمها عن حبيبته وكتب ان هو لسه محتفظ بالرسائل بتاعتها القديمة وهو طبعا كانت فرصته طلب منه يرسل الرسائل مرة تانية ليه واكتشف انها كانت بتكلمه طول فترة ارتباطهم لكن كان معظم كلامها عليه هو عرف انها مرة راحت معاه رحلة يوم كامل كان حيتجنن انه في اليوم ده قالت له انها رايحة معالتها اتصل بيها وهاجمها قال لها عمل معاك ايه في اليوم ده علشان يقولك مش حنسل اليوم ده ابدا عيطت قالت له انها فعلا سفرت معاه لكن ما حصلش بينهم حاجة قالت له ان هو كان متضايق بسبب مشكلة مع حبيبته وانا كنت جنبه علشان يعدي حزنه واللي بيننا ما بقاش غير صداقة دلوقتي لكن هو تعصب اكتر قال لها كفاية تمثيل وانا كل واحد قلت لك ما تكلمهوش بتكلميه في الوقت ده ديفا بدأت تلاحظ ان خطبها ماسك التليفون طول الوقت ما بيسمحش لحد ابدا انه ياخده منه طبعا بدأت تشك انه هو بيعمل حاجة غلط اليوم انتهى وصل اوتمان عند باباها لكن المرة دي قال له يوم واحد مش كفاية علشان نعرف بعض والاختبار ده لازم يتمدل اربع ايام كمان لغاية معاد الجواز باباها مش مصدق انه مسك على بنته حاجات اخدها وسألها تليفونه عليه حاجة البنت قالت لباباها ابدا التليفون نظيف جدا قال لها مش ممكن واخد منها التليفون وعرف انه هو بيمسح الرسائل القديمة نزل تطبيق اعادة الرسائل القديمة كلها ولما رجع له هو والبنت قال له انها موافقة على اختراحك اربع ايام كمان وهي حطت التليفون قدامه والتطبيق كان بينزل في اللحظة دي وهو بيبص لهم وكان مرعوب وبعد ما كان هو بيهجمها عرفت كل اسراره وانه هو كل يوم بيراس الرسائل اللي بنات معرفهمش وعلى اساس كده بيطلب منهم صور ليهم كانت متغازة منه جدا قالت له ده انت حتى ما بتعرفش تصور صورة اربعة في ستة عامل نفسك مصور محترف ديفا مع اصحابها بيحاول يخضع خطبها علشان ياخدوا منه التليفون عايزين يشوفوا اين مخبيه عنهم بس كل محاولاتهم كانت بتفشل لانه مش ممكن يسيب تليفونه ابدا لحد في الوقت ده البنت عرفت ان هي كمان عندها صور على تليفون حبيبها قالت انت وعتني ان الصور بتاعتي في الاخر عتمسحها بس ما مسحتهاش بتسأله عن السبب قال لها نفس السبب اللي قلت لك ارسليها عشانه مش مصدقة انه كذاب وخدحها هي كمان في الشغل طول الوقت مش قادرة تسيب تليفونه لانها كل لحظة تكتشف حاجات جديدة وهي طالع الشغل اتخبطت في زميلها واللي ضحك عليها بصخرية اكتشفت محادثات جماعية لي مع اصحابه بيتكلموا على البنات بشكل سيء جدا قالت له قد انتم اصحاب سيئين وكمان اكتشفت ان هو بيشوف افلام سيئة اعتذر لها وقال لها ان ده قبل معرفك لكن الامور تعقدت جدا لما افتقر حساب كان عامله زمان الحساب اللي قدر يخضع بيه صديق ليهم على الاساس ان هو بنت والحساب ده بعد كده الكل كان بيستخدمه قال لاصحابه لو اكتشفت الحساب ده احنا كلنا روحنا في دهية وهيتقبض علينا بتهمة مجرمين الكترونيا ولما اتصلت بيه خلاص كده عرف انهم ما اتكشف امرهم لكن هي قالت له الكلب اللي انت اديتهه لهدية كان هدية صديقتك القديمة سوفي كان بالنسبة لي ده قضى اخف من قضى اعترف لها انه فعلا كان ملك صاحبته قرر مع اصحابه يرسلوا لينك على تليفونها ولما يقابلها يضغط عليه وبكده يقدروا يخشوا على تليفون ويتحكموا فيه لكن حظه السيء ان خطته فشلت كان جنبها في الوقت ده رافي وهي قدر اعترف الحساب الوهمي اللي عمله مع اصحابه والمشكلة الحقيقة اللي هو وقع فيها انها اكتشفت ان ده نفس الحساب اللي بيرس الرسائل سيئة ليها والاختها قالت له ازاي تكون انت اللي بترسلي الرسائل السيئة دي فهمها انه مش ممكن يعمل كده قال لها الحساب ده ملكي للضفعة كلها كانت بتبصره مش مصدقية وهجمته تاني قالت له انت انسان سيئ سألته لو كنت عايز تجمع بيني وبين اختي في نفس الوقت شايفنا سيئين للدرجة دي حاول يفاهمها لكن هي ما دتلوش اي فرصة قالت له عرضت علي فلوس مقابل اللي انت تلمسني قالت له طبعا ما كنتش تقدر تقول كده قدامي وانت بتمثل ان انت بتحبني فاخترعت الطريقة دي علشان انت انسان مريض واكيد عايز تتعالج قالت له قدرت تخدع بنات كتير وتاخد منهم فلوس ولما قالها اللي عمل كده اصدقائي مش انا قالت له بسخرية عندك اصدقاء ممتزين وانت كنت بتتفرج عليهم قالها ده مش طبعهم ابدا وانهم عمرهم ما عملوا كده عرفها ان الحساب ده ملكي للضفعة كلها قالت له عاملين حساب وهمي علشان تبتزوا بيه البنات وتشتموا امهتهم عيب عليك ان ان انت تكون بتستخدم الحساب ده قالت له انت مريض نفسي ومنحرف ولما اتدخل رافي وطلب منه مايتكلمش معاها تاني في الوقت ده مقدرش يمسك نفسه وقام وضربه بتبصله ومش مصدقة ان هو كمان عنيف رافي قال لها انا كنت ممكن اضربه لكن سيبته علشان تعرفي حقيقته وقف قدام اصحابه اتهمهم ان هما بينسلوا حبيبته ولما كلهم قالوا لا مش احنا طبعا ما صدقهمش ووجه اتهمه لواحد واحد فيهم وتكلم على كل اخطاقهم وان هما ممكن يعملوا كده فعلا اصحابه الستة عملوا نفس اللي هو وعملوا قدام حبيبته بيحاول يدفع عن نفسهم وان هما مش ممكن يعملوا كده معاه لكن هو ما دهمش فرصة يتكلمه طلب منهم يطلعوا من حياته في الوقت ده ديفا مش فاهم ليه خطيبها رافض يخلي حد يلمس تريفونه وبيحاول يهرب من الاجابة كده خلاص اتأكدت ان هو بيعمل حاجة غلط ومش عايزها تعرف ولما كانت بتخانق معاه شافها اخوها قرب من العريس وحاول ياخد منه تريفون بالعافية اتفاجئ ان في حد ضربه على وشه ولما ركز كانت مامته واللي كانت بتوقفه عند حده ان يبعد عن خطيب اخته نزل تحت وكان بيعيط مامته قربت منه وقالت له انا عارفاك كويس جدا ما توصلش للحالة دي لما يكون حاجة كبيرة حصلت عيط وانهار قدامها قال لها فقطت الثقة في كل اللي حواليا وكلهم بيخنوني عرفها ان هو مع تريفون حبيبته وانها بترد على رسائل الشباب سألته هي بتتجاوب معاهم ولما قال لها لأ بس هم بيلحوا عليها رجع تاني وسألته وهي قدام الالحاح ده بتعمل ايه قال لها بتقول انها لسه بتحبني الام قالت له من زمان والرجالة زي ما هم حتى من ايامي كنا منتعرض للنوع ده من الضغط بس كانت الطرق مختلفة وان ده طبيعي وان في حوالينا ناس سيقين جدا لكن برضو في بنات مخلصة لحبيبها ولو متجوزة بتقبل مخلصة لبيتها والجوزها قالت له في كل مكان حتلاقي شاب يسع وراء بنت وممكن يكون ليهم طرق ملتوية علشان يوصلوا لها بسهولة في الوقت ده حبيبته كانت وقفة مع اختها وصل عندهم رافي قال لها ان هو بيحبها ومش عايزة ترجع تاني لحبيبها كان كلام ومفاجأة ليها قالت له بس انت عارف لانا بحبه قال لها وانا بحبك وعايزك تفكري وبعد كده بردي علي وبعد ما ميشي اختها قلت لها ازاي كنت بتحكيله اصرارك واللي بينك وبين حبيبي كان بيعرفه ازاي تأمني لحد بالشكل ده وهو كان بيتصرف معاك بزكاء علشان تكرهي حبيبك وتبوزي الجوازة الام مسكت ايد ابنها قالت له اصورة دي هي اللي دتهالك ولما قال لها اه قالت له ممكن اشوفها سمح ليها طبعا وهي اخدتها وبمنتهى الكوة رمتها جوه النار جري وكان عصبي جدا وقدر يخرجها قال لها ليه عملت كده وقفت قدامه وقالت له انت سمحت ليها لانا اخدها علشان عارف انها ملكك وانا حرجحها لك تاني ولما حسيت ان انت هتخسرها اتجننت وكنت هتحرق نفسك علشان ترجحها تاني قالت له في حاجات غالية مش ممكن نرجحها بعد ما نخسرها في الوقت ده اخته ترجيته ويتكلم مع خطبها قالت له عايز اسمع وحاول توقعه في الكلام وتعرف هو مخبي ايه في تليفونه ولما خطبها اتكلم معاه قاله ان في بعض الاسرار لو انكشفت هتزعى للطرف التاني وان عنده سره اللي مخبيه عن اخته سره ان هو بيتعرض للتنمر بسبب شكله ولو نزل صورة الكل بيتحك عليه ويقوله قد انت قبيح ورغم كبحك ده قادر تتحك بيسألوه ازاي بتتحك بالشكل ده وانت وحش كده كم الكلام وقاله ولما نشرت صورة مع خطبتي هجموني اكتر ازاي بنت حلوة كده توافق عليك وانها اكيد بكرة حتندم قاله كنت خايفة على مشاعرها لو قررت الكلام ده ويمكن كانت تتجاوب معاهم وكمان تتنمر عليها زيهم في الوقت ده كانت هي بتسمعه ويعنيها مليانة دموع وفجأة دخل عليها اخوها وهو كان معاي قالها عرفت ان انت سمعتي كلامي ادالها التليفون علشان خلاص ما بقاش فيه اصرار بينهم لكن هي قفلت التليفون ومرضتش تضايقه اصحاب قتمان وقفوا قدامه قالولوا انت حاولت تقنى حبيبتك ان انت ما عملتش كده وكنت زعلان جدا لانها مش مصدقك احنا كمان زيك زعلانين لان انت مش مصدقنا قالولوا ان عمرنا منقرب من حبيبتك ولا اختها صدقهم وحضنهم لانه هو فعلا بيصق فيهم ومتأكد ان هما ما عملوش كده لكن في الوقت ده وصلهم فيديو لحبيبته واللي كانت في السرير مع شاب ولما وصلها كانت في حالة صدمة دخل عليها باباها وضربها على وشها قالت له انها مش هي وما عملتش كده لكن باباها مش مصدقها واتهمها انها انسانة سيئة هربت من البيت واختها اتصلت بقتمان سألته شفت الفيلم ولما مرضيش يرد عليها قالت له ان اختها هربت من البيت وخايفة عليها جدا ولازم يشوفها راحت فين ما كانش قدامه حد غير اصحابه طلب منهم يدوروا معا عليها وهو بيدور عليها وقف قدام شجرة كبيرة الشجرة اللي زرحة وهو طفل صغير من حبة فكهة كان بياكلها وكل يوم كان بيبص عليها ولما بيلاقيها ما بتكبرش كان بيعيط لكن افتكر كلام ممتو قالت له حط لها مية ولو حتراعيها كل يوم في يوم الايام حتكبر وتقبى شجرة كبيرة بصوا قدامه ولقاها فعلا كبرت في الوقت ده تأكد ان حبه شبه الشجرة دي وانها عبارة عن حبة فكهة لما نزرحها وانراعيها حتكبر وتقبى شجرة وصل عند حبيبته واللي كانت في نفس المكان اللي بيعودوا فيه مع بعض واول ما شفته عيطت قالت له انها مش هي اللي عملت كده رفض انها تكمل كلامها وقال لا انا متأكدة اني مش انتي وهي كمان قالت له وانا متأكدة اني مش انت اللي بعتلي الرسائل في الوقت ده اصحابه ما كانوش بيدوروا عليها زي ما قالهم كانوا بيدوروا على عمل الفيلم لان هم كمان كانوا متأكدين ان حبيبة صاحبهم مش ممكن تعمل كده ولما لقوه كان زميلها في الشغل اكبروه ينشر فيديو ليه وهو بيقول الحقيقة قال اللي انا ركبت صورتها على الصورة الاصلية وان ما كانش يعرف انه حيحصل كل المشاكل دي من ورا اللي عمله وبالنسبة لي كان مجرد متعة استخدام برنامج متقدم في تبديل الوشوش لما شافت الفيديو قالت لحبابها انا قلتلك اني مش انا وهو قال لانا كنت مصدقك من الاول مش محتاج اي اسبات ضحك وقال لها قلت حلاقيكي ميتة هي كمان دحكت وقالت له اموت انا قاعدة على قلبك رحوا لباباها واللي اعتذر ليها قال لها انا قاسف ان انا ما صدقتكيش لكن كان فخور ان حبيبها واللي حقيبة جوزها كان واصق فيها قال لها لما طلبت منكم ان انتو تبدلوا تليفونات ما كانش غرض ان انتو تسيبوا بعض لكن كان غرض الوحيد ان انتو تواجهوا مشاكل قوية وتقدروا تتغلبوا عليها وبكده انا تأكدت اللي انتو هتقدروا على مشاكل الحياة وده علشان انتو بتسقوا في بعض الحبيبين خلاص خلصوا من تحدي حبهم وهو قال ان في حوالي شخص سيء هو اللي ارسل الرسائل اللي حبيبتي واختها لكن ما نعرفهوش واللي اكيد موجود حوالينا وقادر يخدعنا وان الموضوع مخيف فعلا لكن رغم كده لسه في قلوب صفية نقدر نسق فيها جي اليوم اللي دخل البيت علشان يتقدم والاب قال له انتو كده خلاص بتسقوا في بعض بعد ما عرفت كل حاجة لكن انا معرفش اي حاجة عن مامتك علشان كده حبدل معها تليفوني لمدة يوم واحد بس مامتو بصت لي مش مصدق اللي هو بيقوله وهو بصل حبيبته بعد ما الموضوع ما بقاش يخصهم لان هم خلاص عرفوا كل حاجة عن بعض مفيش راجل مخنش ولو انت شايف ان هو مخنكيش يقبى بس انت معرفتيش دي اكتر جملة غلط بنسمحها ونقراها كتير صحيح مفيش ملايكة على الارض لكن فيه رجالة ما خنتش زوجتهم ولا حبيبتهم يمكن يعجب بوحدة ويظهر في عيونه ده وده شيء طبيعي مخلوق كده يلاحظ الجمال وينجذب ليه والحقيقة ان دي اخطاء مقبولة تعدي تعدي ومتخربش العلاقة بالعكس اتعاملي معها بزكاء بلاش تكوني الحبيبة اللي مسك عصاية علشان لو غلط خليك الصديقة اللي تقبل بعض الاخطاء البسيطة وتسامح كمان عليها بس طبعا الاخطاء البسيطة اللي ممكن العقل يقبلها والقلب يسامح عليها وبالنسبة للشاب اللي عايزي قبل أول حب وآخر حب في حياة البنت اللي حيتجوزها ده ممكن فعلا لكن لو ما كانش كده انت كمان لازم تتقبل ان قلبها حب قبلك وان دي مش جريمة أبدا عشان تتعاقب عليها خلي بينكم كلمات ليها ألف معنى في حياتكم كلمات هي الصقة والاحترام والصراحة ولو العلاقة بينكم قامت على كده اتأكدوا انها تقبل علاقة نجحة جدا